المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات برسم 2021 يضع ميناء طنجة المتوسط في المرتبة السادسة من بين 370 ميناء في الدورة الثانية لهذا المؤشر وحسب البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد اند بورز فإن مؤشر أداء موانئ الحاويات يقوم بقياس ومقارنة أداء البنيات التحتية للموانئ في جميع أنحاء العالم ويتم اعتماده كمعيار للفاعلين الأساسيين في الاقتصاد العالمي وعلى هذا الأساس تفوقت البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط على جميع موانئ إفريقيا وأوروبا مؤشر أداء الموانئ يدرس مدة دورات تفريغ وتحميل السفن في الموانئ المسجلة طوال 2021 والتي تميزت بازدحام غير مسبوق في الموانئ والطرابة كبيرة في سلاسل التوريد العالمية بسبب تداعيات الأزمة الصحية ويهدف المؤشر وبياناته الأساسية إلى تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للموانئ التجارية وإبراز إمكانيات تحسينها والتي تعود بالنفع على جميع الفاعلين الرئيسيين في التجارة العالمية بما في ذلك الدول وشركات الشحن البحرية وشركات الفاعلة في الموانئ والمحطات وشركات الخدمات اللوجستية والمستهلكين وحسب البنك الدولي يعتمد مؤشر أداء موانئ الحاويات على إجمال عدد الساعات التي تقضيها السفن في الميناء بعد اكتمال عملية تبادل البضائع موسيقى